مرحباً بكم سيداتي وسادتي الموجودين معنا على الشات واللي حيشوفونا لاحقاً وكذلك الأدمينية وأب الحكم وكلكم في حلقة جديدة من حلقات دهنك المخادع الدليل العلمي لمهارات التفكير النقدي واليوم نشرح الفصل التاسع اللي هي الاستكشافات الشخصية أو ما نسميه نحن بالفطرة السليمة والانحيازات المعرفية في هذا الفصل يبدأ طبعاً للمؤلف ستيفن نوبلا ستيفن نوبلا عفواً خليني أصكر هذا لأن هذا راح يسوي لي مشاكل دقيقة بس هو الستيفن نوبلا وستيفن نوبلا اللي ما يعرفه هو دكتور طبيب يعني وفي نفس الوقت دكتور جامعة يقدم يعني كورسز بالطب وكذلك عنده بودكاست شهير جداً للي يحب أنه يسمع البودكاست ماله والبودكاست ببلاش اللي هو سكيبتيكس guy to the universe وهذا من البوستات القديمة يمكن أكثر من 12 سنة أنا متابعته وجداً جميل لأنه يتكلم كثيراً عن كيف ممكن أنه إحنا يعني بالأشياء اللي يجيبها الأشياء العادية والأخبار العادية ممكن يجيبها ويتكلم عنها بحيث أنه نعرف شنو المزيف منها وشنو الغير مزيف وكيف نكون متشككين يعني وعلى هالأساس أصلاً أنا يعني أتبع الفكر التشككي في هذا الفصل يبدأ المؤلف باقتباس قصة من كتاب كيف نعرف الشيء الذي يبدو على خلاف ما هو عليه How do we know what isn't so للكاتب توماس غيلوفيتش فيقول فلنتصور أنك تعرف زوجين دائمي الشجار على أمر من مثل غطاء كرسي الحمام فالرجل يحلف بأنه دائماً يرجع غطاء المرحاض إلى وضعه الطبيعي بعد الانتهاء من استخدام المرحاض بينما زوجته تعترض قائلة بأنه لا يفعل ذلك بل هي بالعادة من يرجع غطاء الكرسي للمرحاض وراءه في كل مرة يخرج بها هو من الحمام لحظوا أن هذين الزوجين يتعاملان يومياً مع نفس القصة ونفس المشاهدات لكنهما يؤكدان على وقائع مختلفة حسب نظرة كل منهم هذا مع العلم أن كل شخص متزوج وبالذات منهم متزوجون لفترة طويلة يعرفون ذلك تماماً وممكن أن يروه يحدث كل يوم مع أمور مختلفة بالحياة فالرجل ممكن أن يتحدث عن نفس القصة التي تتحدث عنها زوجته لكن كل منهما يراه بصورة مغايرة وعكسية تماماً للآخر فكيف ممكن أن نفسر ذلك؟ هل الرجل يخطئ بسرد القصة أم المرأة هي من تخطئ؟ الاحتمال الأكبر كما يقول المؤلف أن كلهما خاطئ أنا مش عارفة أشلون أشيل الصوت من هنا لأنه صراحة وهذا ما سيفسره في هذه المحاضرة عندما يتطرق إلى الانحياز المعرفي والذي نعمي به الطرق العديدة التي ممكن أن يكون بها تفكيرنا غير موزون أو منحاز بصورة خبيثة ولا واعية وبغض النظر عن اعتقادك أو عدم اعتقادك بالحيازات التي كانت أسبابها ضرورات تطورية فعلماء النفس لديهم سجلات لا تعد ولا تحصى بالاختبارات التي تبصم بأن هذه الانحيازات ما هي إلا تحصيل حاصل وأسوأ أنواع هذه الانحيازات هي تلك التي لا نكون على وعي بها بل تصدر بكل عفوية لكن ما أهمية معرفتنا بهذه الانحيازات؟ أي لماذا يجب أن نعرف كيف تعمل في طريقة تفكيرنا؟ الانحيازات المعرفية تؤثر بالطريقة التي نتناقش بها مع بعضنا البعض وهي الطريقة التي نفكر بها ونعرض عن طريقها أفكارنا وقراراتنا للآخرين وهي ممكن أن نشبهها بالماء الذي يسيل على منحدر دون أن يصادفه أي وعورة أو مقاومة إلى أن يصل لحارة الركود بالأسفل فهذه هي الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا بكل أريحية ودون أن نبذل أي طاقة يعني هي default ما لم نبذل طاقات عظيمة لتغيير المسار الانحيازي والتفكير بصورة أوضح وأكثر منطقية ومصداقية وفي الواقع هذه الانحيازات غالبا ما ينتج عنها مغالطات منطقية من مثل تلك التي ذكرناها بالفصل السابق لو تذكرون وهذه المغالطات من شأنها أن تقودنا إلى تفكير غير سوي وخاطئ بدلا من أن توجهنا إلى التفكير المنطقي السليم انحيازاتنا الشخصية عديدة متجعبة بصورة رهيبة بحيث تسمح أن يكون لها تأثير قوي على الطريقة التي نفكر بها وعلى جل القرارات التي نتخذها والمصطلح الاستكشافات الشخصية أنا ترجمتها بهذه الطريقة لأني بصراحة لم أرى أي ترجمة علمية لها هي بالانجليزي لللي يريد أن يبحث عنها هي heuristic لكن من هنا ورايح رح نسميها الاستكشافات الشخصية هذه الاستكشافات ما هو إلا اسم يطلق على أحد أنواع هذه الانحيازات التي سنتطرق إليها بنوع من التفصيل في هذا الفصل فالاستكشافات الشخصية أو ممكن تقول الحدسية أو ممكن تقول تسميها الفطرة السليمة إن أحببت أو الـ gut feeling الإحساس الداخلي هذه كلها هي استكشافات داخلية هي القانون العام الذي نطبقه وبصورة لا واعية للحكم على جميع الأمور حولنا وهي وأن لم تكن دقيقة لكننا لا نمانع في التضحية بالقليل من الدقة في سبيل الحصول على حكم ذوف كفاءة بالنسبة لنا وغالبا ما نطلق على الاستكشافات الشخصية مصطلح الفطرة السليمة common sense أو gut feeling الإحساس الداخلي هذه الإحساسات الداخلية أو الفطرة السليمة والتي سنسميها باسمها العلمي في هذا الفصل بالاستكشافات الشخصية فهي وإن كانت محقة في كثير من الأحيان لكنها ليست كذلك بكل الأحوال بل كثيرا ما تقودنا إلى نتائج لا منطقية يمكنك أيضا أن تتصور هذه الاستكشافات بأنها كالقوانين أو كالوسائل التي نستخدمها لحل مشاكلنا اليومية وهي قد تكون عملية كالتجارب نتعمل منها يعني نغلط وبعد نتعلم من الخطأ لكن في عالمنا المدني المعقد الحاري لا يستطيع الاستكشاف الشخصي لوحده حل مشاكلنا بل ممكن أن يضيع خطانا وخصوصا في الأمور التي تتقبل أكثر من احتمالية لتحليلها ولحلها وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف بالفصل اللاحق عندما يتطرق لمواطن النقص لدى البشر وخصوصا في الحسابات الرياضية وحسابات الاحتمالات وذلك لأنه يستحق أن يفرد فصل كامل لذكره لكن في هذا الفصل سوف يركز على الانحيازات الشخصية يجدر بالذكر هنا بأن عالم النفس الذي يرجع له الفضل في ابتكار مصطلح الاستكشافات الشخصية هو هيربيرت سايمون لكن أكثر الأبحاث قام بها أموس تروفيسكي ودانييل كانمن فكانمن مع عالم آخر باسم شون فريدريك التدعاء نظرية تقول أن الاستكشافات الشخصية هي طريقة للاستعانة بمسألة حسابية بسيطة كنموذج لحل مسائل أكثر تعقيداً من دون أن نعي أننا نفعل ذلك أي أنها طريقة لتسهيل عالم معقد جداً وعملية معقدة لصنع القرار وهذا قد يكون عملي جداً ومفيد طالما كنا على وعي أنها النموذج التقريبي الأولي للحقيقة وليست الحقيقة بذاتها هي مثلها مثل الخلق بين المخطط أو الرسم المخطط معقدة وبين التعقيد الفعلي للماكينة عفواً ما قل شي مفتوح للأسف يعني مش عارفة ليش هذا الصوت قاعد يطلع يعدروني يا جماعة طيب والحين روبي إحنا مو سامعين شي مو سامعين شي لا كل ما سمعتوا لا لا كلامك ما سمع بس الشي خارجي مو سامعين آه أوكي 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 أشوى طيب طيب الحين رح ندش وايد بالمصطلحات يعني أنا ما بيكم تركزون على المصطلحات كثر تركيزكم على المفهوم هذه المصطلحات يعني لأنها شوية تدش في مصطلحات كثيرة بس مثل ما قلت إحنا نريد أن نفهم كيف طريقة تفكيرنا فالمصطلحات لا تركزون عليها وايد هذه بعض الأمثلة الشائعة عن الاستكشافات الشخصية أول واحد هو الإرساء الحدسي أو anchoring anchoring اللي هو مثل لما تكون بسفينة وترمي الثقل هذا هو anchoring وهو أحد أنواع هذه الاستكشافات وتتلخص بأننا لدينا قابلية للتركيز أو للرسو على ميزة بارزة لشيء ما أو لشخص ما أو لحدث ما ومن ثم نقوم بإصدار الأحكام حصرياً على هذه الميزة البارزة وهذه طريقة لتسهيل وتحليل التعقيد الذي يواجهنا عندما نتعرض لهذا الشيء طبعاً أنتم الحين إذا عندكم مثلاً كل واحد ممكن يحط أورقة وقلم ممكن يكتب أشياء تذكر تخطر على باله في هذه الأشياء لأن هناك الكثير من أمثلة حولنا نراها لما نتعامل باليوتيوب مع المؤمنين بالذات طيب وغالباً ما تكون الميزة التي نرسو عليها هي أول معلومة تصلنا عن هذا الأمر أو الحدث أو الشخص أو التاريخ أو أي شيء وتتثبت في أدمغتنا وبالأخص إن كانت هذه المعلومة تعلمناها بسن مبكرة جداً عندها سنميل للإصرار على صحة هذه النظرة ونرفض كل ما يغيرها وهذا ممكن أن نرى في تحيزنا اللاواعي لكل ما تعلمناه منذ نعومة الآخر عندك على سبيل المثال نحن تعلمنا بأن نبي الإسلام هو أمي وترعرعنا على هذا الاعتقاد وأغلبيتنا يرفضه حتى لو أتى يرفض عكسه حتى لو أتى البعض بالدلاء في ذلك ومثال عملي من اللي ذكرهم المؤلف عنده شراء جهاز كمبيوتر لمن ليس لديه أدنى فكرة عن هذه الأجهزة فلنقول أنه والدك مثلاً والدك مثلاً أراد أن يشتري جهاز كمبيوتر وهو ما عنده أي فكرة عن جهاز الكمبيوتر فتراه يركز فقط على سرعتها لأن الشركات الدعائية بالتلفزيون تتباهى في زيادة سرعة أجهزتها في كل وسائل إعلام فيعتقد بأنه سيستثمر بجهاز ممتاز مجرد لأن سرعته كبيرة بينما أداء الجهاز ليس وقفاً على السرعة فقط فهذه فقط ميزة واحدة تم استخدامها بصورة مويهية لقياس مدى قوة أداء الجهاز إجمالا وقد لا يركز المشتري على ميزات أخرى من مثل الرام تصميم الشيب مثلاً بسرعة مشغلة الأقراص والتي لها تأثير كبير على الأداء العام للجهاز لكن المشتري يفضل أن يسهل على نفسه الاختيار باختزال كل الميزات بميزة واحدة طبعاً ما ينطبق على الكمبيوتر ينطبق على أجهزة أخرى كالكاميرات الإلكترونية وغيرها الميزات للكاميرات مثلاً كثيرة لكنك تجد الدعاية تضخم من ميزة عدد الميجابيكسل أو درجة الوضوح مثلاً وتتجاهل النوعية وحجم العدسة وغيرها من المميزات الأخرى فينخدع الشارع بها هناك أيضاً استكشاف هذا رقم اثنين استكشاف شخصي باسم الإرساء والتعديل anchoring and adjustment والذي هو عامل مهم في الإرساء الحدسي الذي ذكرناه سابقاً وهي تسمى بهذه التسمية لأنها ممكن أن نرسو أو نركز على أرقام معينة ثم نستخدم هذه الأرقام كنقطة انطلاق التي نبني عليها توقعاتنا المستقبلية أو تعديلاتنا لأمر ما فعندما يتم مواجهتنا برقم ما سواء كانت هذه المواجهة مقصودة أي أمر موجه أو بصورة عشوائية فنحن وبصورة لا واعية نتبنى هذا الرقم ونتحيز له عند عمل التقديرات المستقبلية أو بمعنى آخر فأول رقم يجابهنا سيكون الرقم الذي سنتحيز له لاحقاً بصورة أوتوماتيكية أول من قام بعمل الدراسة الكلاسيكية لهذه النوعية من الاستكشافات الشخصية كان تفرسكي وكانمن فهذان العالمان أتيا بفريقين من الأشخاص ووجهوا لهما هذا السؤال كم تعتقد هو نسبة عدد الدول الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة نسبة لمجموع الدول فيها ثم قالوا للفريق الأول هل تعتقد أنها أكبر أو أقل من 10%؟ أما للفريق الثاني فقال له هل تعتقد أنها أكبر أو أقل من 60%؟ وكانت معدل إجابات الفريق الأول هو 25% أي قريب من الرقم الذي ذكروه لهم وهو العشرة في المية أما الفريق الثاني فكان معدل توقعاته 45% وهذا قريب من 60% أقرب لل60% وهذا يعني أن الباحثين استطاعوا أن يؤثروا على إجابات الفريقين بمجرد الإيحاء أو التوجيه دون أن يعي أي من الفريقين أن هذا ما كان يفعله الباحثون والذي هو توجيه كل فريق ليركز على أرقام معينة فتأتي إجاباتهم قريبة من تلك الأرقام الإرساء أو الرسل يستخدم بشكل موسع في الصفقات التجارية وبالتسويق فأي شيء تستطيع أن تستخدمه للمناورة بالقرارات أو التصرفات فستجد صانعي التسوق سيستغلونه كي يؤثروا على قراراتك الشرائية فعلى سبيل المثال عندما تريد بيع بضاعة ما بمبلغ معين فأنت لا تبدأ بهذا الرقم بس تبدأ بأعلى من هذا الرقم وذلك لأنه لو قام الشاري بالمساومة فسيكون لديك هامش تتحرك به بحيث تكون قريباً من القيمة التي كنت ترغب ببيع البضاعة منذ البداية فهذا الرقم هو نقطة البداية التي توجه المساومة أن تتوجه المساومة نحوها وسيكون الشاري سعيداً بنزول السعر دون أن يشعر أنك أنت من وجهه لذلك الرقم وهناك خدعة تسويقية أخرى تستغل فيها هذه التركيبة الدماغية للبشر ونجدها عندما تذهب للسوق لترى على البضاعة إعلان مكتوب عليه اشتري ثلاثة من هذه البضاعة بثمن 19 دولار و55 سنت وهذا سيشجع الشاري أن يشتري ثلاثة من هذه البضاعة مع أنه ليس ملزماً بذلك بل يستطيع شراء واحدة بقط أو اثنين بقط لكن مجرد وجود هذا الرقم يجعلهم يركزون عليه ويفضلونه دون أن يعلموا أن المسوقين هم من وجههم لاتخاذ هذا القرار قد لا يكون أصلاً محتاج إلا لواحدة منها لكن مع ذلك يشتري الثلاثة الرسوم والمقايضة والتسويق تأتي بطرق شتى وهنا يقدم المؤلف تجربة شخصية له بهذا الحيز فيقول لقد قمت مؤخراً بشراء سيارة وقالوا لي أن قيمة استبدال سيارة القديمة بالجديدة هو ما بين 2000 و3000 دولار ما عملوه بالواقع هما أنهم وجهوا تبكيري إلى أنني إن حصلت على 3000 دولار فهذا سيكون استبدال مربح لي لأنه أعلى السقف وهو ما سأتمنى أو أتمنى أن أرسو عليه بينما كان ممكن أن يكون الرقم أقل من ذلك أو أكثر اعتماداً على ما سيكون عليه أو ستكون عليه القيمة الشرائية الحقيقية لسيارتي القديمة ماذا لو كان البائع قد قال لي مثلاً أن القيمة الاستبدالية هي بين 3000 و 4000 دولار هل كنت راح أقبل بال3000؟ طبعاً لا لأنه هم وجهوني إلى سعر أعلى من ذلك فال3000 في الحالة هو الأنزل سعراً مع أنه هو نفس الشيء نفس الرقم الأولاني بس في الحالة الأولى أحسست بأنني أنا ربحان وبالحالة الثانية أحسني خسراً ثالث نوع هو نوع من الاستكشافات الشخصية التي تسمى الاستكشافات المتوافرة أو availability وهذه قد تكون خبيثة جداً لكونها مبطنة وبنفس الوقت عظيمة التأثير على طريقة تفكيرنا وهي تتلخص لما أقول مبطنة مقصود فيها أنها تعمل بالخفاء دون أن نعي فيها وهي تتلخص بكوننا نعتقد أن كل ما هو متاح لدينا وبصورة مباشرة لابد أنه مهم ومؤثر فنحن نميل إلى ما نحن متعودين عليه أو مألوف بالنسبة لنا والافتراض هو أن لو استطعنا التفكير بشيء ما فلابد أن يكون هذا الشيء هو الشائع أو هو ما يمثلنا جميعاً وهذا يعطي قوة للأحداث القريبة مننا والواضحة في أذهاننا والقريبة شخصياً مننا والمؤثرة فينا عاطفياً وهذا ما يحدث كثيراً في المجتمع الطبي كما يقول المؤلف استناداً على تجربته الطويلة في هذا المجال ولذلك فهو وغيره من أساتذة الطب يعلمون طلبتهم بألا يقعوا ضحايا هذا التفكير الحدسي عفواً فالطبيب يتذكر بالعادة المرضى الأحدث لديه وخصوصاً هؤلاء المرضى الذين يشتكون من حالات كانت نهايتها دراماتيكية وقد يفترض هذا الطبيب لأن أثر عليه عاطفياً فهو قد يفترض بأن هذا الحدث لذلك المريض سيحدث بالضرورة لكل مريض يمر بنفس الحالة وهذا ليس صحيح من الضرورة فما حدث هو فقط مثال لبعض الحالات لكن لكل حالة طبعاً وضعها الخاص ولا يجب أن يكون القرار منحازاً عاطفياً أو استكشافياً أو حدثياً الاستكشاف الشخصي ممكن أن يكون له علاقة بالأدلة القصصية أو التجارب الشخصية من مثل قول أحدهم مثلاً كيوسف فرانسيس مثلاً قال سمعت كذا مرة يقول أني أعتقد بالمسيح لأنه حصلت لي تجارب شخصية معه أو كما نسمع من بعض الربوبيين من الذين استبدلوا فكرة الله بفكرة الطاقة عندما يقولون نحن متأكدون من وجود طاقة موجبة تحيط بنا ولا نستطيع أن نثبت ذلك لأنها تجارب شخصية ولحسن الحظ سوف يقوم المؤلف بالاستفادة في الشرح عن هذه الظاهرة في المحاضرات المستقبلية الخاصة بالعلم والمنهج العلمي الصحيح وذلك لمدى أهمية المشاهدات والتجارب الشخصية لتلك الحوادث الواقعة خارج سيطرتنا في التأثير على طريقة تفكيرنا وأيضاً لكثرة من يقعون ضحايا لهذا التفكير غير السليم حتى بين المثقبين لكن ومن أجل التلخيص ممكننا أن نعرف القصص الشخصية بأنها التجارب الشخصية التي يمر بها كل مننا والتي لا تدخل ضمن طاقة تحكم المباشر من قبلنا أي تحدث بصورة عشوائية أو لا تقع ضمن التجربة البحثية العلمية الصحيحة ومع ذلك فنحن نستخدم هذه التجارب كمنهج لعمل تقديراتنا الاحتمالية لحصول الشيء أو لرسوخ اعتقادنا في تفكيرنا فعلى سبيل المثال انطلب مننا أن نقدر مدى شيوع الحساسية للفراولة بين البشر فأول شيء يتبادر إلى الدهن هو من من الذين لي معرفة شخصية بهم لديه حساسية للفراولة ولنقل على سبيل المثال أن ابن عمي أحمد يشتكي من هذا النوع من الحساسية وهذا سيكون الاستكشاف الشخصي المتوفر في هذه اللحظة في دماغي وعلي سيركز جل تقديراتي لمدى تفشي الحساسية للفراولة بالمجتمع أي أنني سوف أخمن بأنه بما أن هناك شخص قريب مني لديه تلك الحساسية فلابد أن كل عائلة بها شخص لديه حساسية للفراولة وعلى هذا الأساس سوف يصبح لدي يقين بأن الحساسية للفراولة هو أمر شائع بالمجتمع ولن أتقبل كون هذا الاعتقاد مبني أساساً على تجربة قصصية شخصية أي أنه صادر أن في العائلة أحد الأشخاص بهذه الحالة وأن ذلك لا يعني أنها حالة شائعة لكن نحن لدينا هذا الشعور الداخلي بالميل نحو الأحساس بشيوع الشيء لمجرد أنه كانت لنا تجربة شخصية قريبة منه في حين أن الطريقة السليمة للتقدير لا يكون بالاعتماد على التجارب الشخصية بل يكون بالمنهج العلمي الصحيح وذلك بجمع أحصائيات رقمية مجردة ومراجعة بيانات عن الآلاف من الأشخاص الذين تم اختيارهم بصورة أشوائية في المجتمع لكي نرى كم هي نسبة تفشي الحساسية للفراولة وهذا هو المنهج العلمي الصحيح لكن كما ذكرت نميل لاستخدام الاستكشافات الشخصية المتوفرة في محيطنا لأننا منجذبون إليها عاطفياً وهذا يترتب عليه تأثير ما يقدمه الإعلام على تذكيرنا وأعتقادنا بالأشياء من حولنا فلو قامت مثل مسائل الإعلام ببث الأخبار السيئة والكوارث والمصائب على مدار الساعة فسوف نقوم أوتوماتيكياً بالظن أن هذه الكوارث هي أمور أكثر شيوعاً مما هي عليه بالواقع حتى لو كانت هذه أحداث نادرة وهذا له آثار لا يمكن التغاضي عنها على الأشخاص الذين يشاهدون مثلاً القنوات التي لديها انحيازات خاصة وهذا نجده طبعاً بكثرة في إعلامنا العربي الموجه لدرجة أن من يدمنون مشاهدة هذه القنوات يكاد يكونوا نسخ متحركة من القائمين على نشر المعلومات العلمية الكاذبة والأخبار المزيفة التي تبطها هذه القنوات وبكثرة لكي تبرمج عقول مشاهدية كما بيّنت الأبحاث أن مشاهدية القنوات الأخبارية التي تكرر بث الكوارث يميلون غالباً للمبالغة في تقديراتهم لمعدل حدوث هذه الكوارث ونفس الشيء يحدث مثلاً كما بيّنت الأحداث بأن الأشخاص الذين يشاهدون المسلسلات التلفزيونية مثل أيام Days of Our Lives و Doctors على سبيل المثال يميلون إلى المبالغة في تقدير عدد الدكاترة والمحامين بالمجتمع لأن هذه الشخصيات هي الشائعة في هذه المسلسلات ولكم طبعاً أن تتخيلوا تأثير المسلسلات المدبلجة من الزواج والطلاق والخيانات الزوجية وغيرها على الأسر التي تدمن مشاهدة هذه المسلسلات وهناك مثال شائع آخر للاستكشافات الشخصية التي نقع ضحاياها وهي ما تسمى بالنمذجة والنمذجة هي الحالات التي يتم فيها تقديم ظاهرة ما بطريقة نموذجية واضحة ودراماتيكية وهذه الطريقة للعرض لها آثار أكبر علينا بكثير من لو قدمت لنا المعلومات العامة عن نفس الحدث مع المعلومات العامة والإحصاء لمعدل حدوثها بدون أن يضعون عليها أي بهارات وهذه النمذجة تعكس الاستكشافات الشخصية المتوافرة لدينا بالإضافة لإنحيازنا للتجارب الشخصية فنحن بطبيعتنا كائنات اجتماعية مبرمجة للاستجابة للقصص الشخصية وخصوصا العاطفية منها ولهذا السبب فالمسوقون لفكرة ما سواء أرادوا بيعك منتجهم أو أرادوا منك أن تتبرع لمبرة ما أو أرادوا التأثير على تصويتك بالانتخابات مثلا سيقومون باستخدام قصة دراماتيكية لكي يؤججوا أو درامية لكي يؤججوا عواطفك فتنحاز لما يريدون فهذه الطريقة في الابتزاس تأثيرها أكبر عليك من قيامهم بتقديم الإحصاءات والمعلومات الجافة عن الموضوع ومثال كلاسيكي على ذلك من واقع الانتخابات الرئاسية بأمريكا قبل عقدين تقريبا من الزمن نجدها بقصة ويلي هورين ويلي هورين كان مجرم حكم عليه بالحبس لمدة ما ولأنه كان حسن السير والسلوك سمح له ولغيره من المساجين بأن يأخذ إجازة قصيرة ليرى أهله وأصدقائه المشكلة أن ويلي هورين كان يعني بعد ما خرج من السجن بالإجازة قام بارتكاب جريمة أخرى أثناء هذه الإجازة هنا قام الإعلام المنحاز لبعض المرشحين باستغلال القصة لضرب المرشح المنافس والذي كان هو من وقع على أذن الخلوج المؤقت لهورين وغيره وهذه كانت وسيلة ابتزاز عاطفي للانتقاص من شأن هذا المرشح مع عدم الأخذ بالاعتبار قلت شيوع الحالات كحالة هورين بالإحصائيات الأكثر مصدفية وممكن أن أعطي مثال من مجتمعنا الشرقي فالبنت عندنا مقيدة بشروط يضعها الذكور بالعائلة وكثيرا ما سمعنا أن البنت لا يجب أن تتمتع بالحرية كالولد وذلك لأنها ستسيء استخدام هذه الحرية ولو حصل أن أحد الفتيات أخطأت حسب العرف المجتمعي وقام أخوها على سبيل المثال بقدرها في جريمة شرف فالإعلام ومن ثم المجتمع سوف يقوم بتضخيم الدور الخاطئ للفتاة ليثبت الفكرة العامة بأن كل الفتيات سوف يسيئون استخدام الحرية أنهم مارسوها ولا يعطون أهمية كبيرة لنب القضية الإجرامية والجريمة التي ارتكبها أخوها هناك نوع آخر من الاستكشافات الشخصية وتسمى بالتصعيد بالالتزام أو escalation of commitment وهي تعني بأننا عندما نقرر الالتزام بعمل ما أو أمر ما فأننا نميل إلى التمسك بهذا العمل مهما كلفنا هذا الالتزام فمتى ما شعرنا بأننا استثمرنا بالتزام ما فهذا الالتزام سيؤثر على كل أحكامنا المستقبلية بإنحياز دون أن نعي أننا نفعل ذلك وهذا الالتزام يكون بصورة غير طبيعية حتى لو كان هذا الالتزام خاسرا بالنسبة لنا أو يترتب عليه نتائج وخيمة وهذا يشمل الالتزام المالي والوقتي أو أي التزام آخر بالموارد أو أمور أخرى قمنا بالاستثمار بها حتى لو كان هذا له تداعيات خطرة مثلا تضحية بحياة الجنود في الحروب التي قررنا أن نرتزم فيها والمقولة الشائعة لما نتحدثون الإنجليزية طبعا لا ترمي المال الجيد على الأمر السيء لم يأتي من فراغ لأننا بالواقع هذا ما نفعله بالضبط أي أننا نرفع من سقب التزامنا متى ما أخذنا قرار الالتزام وهذا نراه بالكثير من الزيجات أو العقود التجارية التي لا تكون ناجحة ومع ذلك لا نتقد قرار بفضها أو بمشروع تجاري خاسر ونعرف أنه خاسر ومع ذلك نتمسك به الوعسة خامسا هناك استكشافات شخصية أخرى تسمى بالاستكشاف بالمثل أو بما يشابه أو بالمتشابيات وهي تتلخص بالافتراض بأن الأسباب التي تؤدي لحصول الشيء تكون في العادة مماثلة مع ما ينتج عن هذا الشيء أي أن عقولنا لا تستوعب بأن بعض الأمور العظيمة ممكن أن تحصل بعشوائية ودون تخطيط عظيم مسبق بل نصر أن ورائها أمور أخرى بنفس الدرجة من العظيمة ولا يوجد طبعا أي منطق أو تفسير علمي لحصول ذلك لكن هذا بالتأكيد له جذور في الانحياز في تفكير اغتيال جون كندي هو أحد هذه الأمثلة فبما أن هذا الاغتيال ترتب عليه تغييرات دولية فالكثيرون إلى اليوم اعتقدوا ولا زالوا يعتقدون أنه لا بد أن يكون وراءه تدبير عظيم وكان يبدو لهم أن الأمر غامض وغير قابل للتصديق بأن شخص مختل عقليا قام لوحده وبدون توجيه من أحد باختيار رئيس الولايات المتحدة وبالتالي التأثير على السياسة العالمية وأن الأمر انتهى عند هذا الحد هذا الغموض قاد الكثيرين إلى مغالطات منطقية أخرى أحدها هو الفشل في الوضع بعين الاعتبار ما يسمى بالمعدل الأساسي والذي سيطول شرحاً ولذلك ستركه المؤلف للاستفاضة بما يليق به بالمحاضرة القادمة الاستكشاف بالمثل أيضاً يترتب عليه الانزلاق في منحدر الاعتقاد بما يسمى السحر العاطفي ومصدر هذا السحر هو اعتقاد بعض الثقافات بوجود السحر بين المتشابهات أي أن الأشياء التي بينها تشابهما فلابد أن يكون لها علاقة سحرية ببعض هلبة فعلى سبيل المثال هناك ثقافات تعتقد بأن تشابه قرن وحيد القرن بالشكل للعضو الذكري للرجل يؤهله للاستخدام في عمل السحر لزيادة الفحولة للرجال وأساس هذا الاعتقاد هو السحر العاطفي والاستكشاف المتماثل أو المتشابه وللأسف فكثير من هذه الحيوانات يقوم القبائل باستيادها من أجل الحصول على القرن فقط ويرمون يعني ممكن هذا أيضاً يؤدي بسبب هذا ممكن يؤدي إلى انقراضهم الهوميوباثي أو الطب الشعبي أيضاً يعتمد على السحر العاطفي فالقانون الشعبي الخاص بالتداوي بالمتشابهات أو ما يعبر عنه بالمقول الشعبية لدينا وداوني بما كان هو الداء فأساس هذا الاعتقاد نابع من أن الشيء يملك لب أو الروح الذي يمده بالقدرة على شفاء شيء مشابه له فعلى سبيل المثال الشيء الذي يسبب أعراض معينة ممكن أن يستخدم لعلاج هذه الأعراض نفسها لأنه يؤثر في لب الشيء الآخر هذه الطريقة بالعلاج أيضاً من بعها نفس طريقة التبكير الاستكشافي أو الفطري بتأثير المتشابهات على بعضها البعض الاستكشاف الجهدي اللي نبذل في جهد وهذا يتشابه مع استكشاف التصعيد بالالتزام الذي ذكرناه قبل قليل في كونه يعطينا الاعتقاد بأنه إذا بدلنا مجهود في عمل الشيء فهذا يعطيه قيمة أكبر أو مثل ما نقول دائماً بأنه فلان يصرف ماله على هبل لأنه متعبان فيه أي كلما بدلنا مجهود مضاعف كلما كان الشيء له قيمة أكبر لدينا حتى لو كانت قيمته مع أو بدون مجهود هي نفس الشيء. وهذا هو منشأ الطريق العقلي المختصر الذي نسلكه في تقييم مدى ندرة الأشياء حولنا بالقياس إلى الجهد المبذول للحصول عليه. لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون منطقياً فنحن قد نحصل على شيء بكل سهولة كالميرات مثلاً ويكون هذا الشيء قيم للغاية. ونحن ممكن أن نصرف 100 دولار مما كسبنا في عرق الجبين بصورة أعقل وأكثر تأني من صرف 100 دولار وجدناها على قارعة الطريق. وهنا يخطر على بالي شخص أعرفه فقط 500 دولار بمنزله وكان يشك بالخادم. لكنه لم يستجوبها وترك الأمر متحملاً مسؤولية كونه هو الذي لم يحافظ على ماله. بعد عدة أشهر وجد المال في طية الكنبة وبنفس المكان اللي كان يقعد عليه بالعادة. فطار به فرحاً ثم قام باستضافتي وشخص آخر لحد أكبر المطاعم وأغلاها. ووزع بقية الـ 500 على النادل والخادمة بالمنزل. هذا مع العلم أن هذه الأموال كانت بالأساس من حر ماله الذي يكتسبه بحرق جبينة ضيعها ثم لقاها. لكن مع ذلك فهذه العملية التي مرت بها الأموال قللت من قيمتها. فلا أعتقد مثلاً أنه كان ليفعل ذات الشيء بـ 500 دولار يخرجها من حسابه البنكي مهما كان هذا الشخص كريما. وهذا ما يسميه علماء النفس found money effect أي تأثير المال السائب. فإن حصلنا على المال بسهولة فسوف نصرفه بسهولة. مثال آخر على هذا الاستكشاف الشخصي يأخذه المؤلف من ثقافة سكان جزر الياب في المحيط الهادي والذين يستخدمون عملة غريبة عبارة عن صخور كبيرة ذات انحناءات معينة. قد يكون طول قطرها أحياناً ثلاث أقدام أو قد ممكن يكون أربع أقدام أو خمسة أو أكبر. وهي مو سهلة الحمل لكن هذه هي عملتهم. قيمة هذه الصخور تعتمد على مدى الجهد المبذول للحصول عليها. فالسكان عليهم أن يسافروا إلى الجزر البعيدة مستخدمين القوارب البدائية الكنوة مع المجاديث لجمع هذه الصخور ونقلها بواسطة هذه القوارب. وهذه الرحلات تكون بالعادة مليئة طبعاً بالمخاطر فبالإضافة إلى مخاطر الطريق وصعوبة التشديد لمسافات طويلة وتقلبات الجو فهم أيضاً معرضون لقتال سكان الجزر الأخرى التي لا ترحب بالغرب. لكن هذه المخاطر بحد ذاتها هي من تعطي لهذه الصخور قيمة وهذا النظام كان قد لاحظه الأوروبيون المستكشكون القدماء فقاموا بتوريد أعداد كبيرة من هذه الصخور وصارت سهل الحصول عليها. لكن الأمر المثير للدهشة أنه على الرغم من كون هذه الصخور مطابقة تماماً للصخور التي حصل عليها الياب بصعوبة لكنها فقدت قيمتها عند سكان الجزيرة. طيب هنا يكتفي المؤلف بهذا القدر من الاستكشافات الشخصية أو الحدث أو الفطرة السليمة سميها ما تريد أن سميها وينتقل بنا إلى محطة أخرى أكثر أهمية وأكثر شيوعاً في التأثير بأسلوب تفكيرنا التحييزي. وهذه الطريقة من المهم جداً أن نفهمها بكل عناية لكي نتمكن من التعامل معها. هذه الطريقة تعرف علمياً بالإنحياز التوكيدي. confirmation bias. وأعتقد أن الأغلبية معنا قد سمع بهذا الإنحياز فما هو يا ترى الإنحياز التوكيدي. حتى نفهم معنى الإنحياز التوكيدي يرجعنا المؤلف إلى القصة التي ابتدأ منها الفصل. فهل تتذكرون الزوجين دائمي الشجار على غطاء كرسي المرحاض حيث يحلف الزوج أنه يرفع الغطاء بعد الاستخدام وتقول زوجته أنه لا يفعل؟ فماذا يحصل هنا؟ وكيف ممكن لزوجين أن يعطيها تقريرين مختلفين لأمور واقعية يعيشانها يومياً؟ ما يحصل بالواقع أن كل من الزوجين ينتبه للحدث الذي يدعم اعتقاده فقط ولا ينتبه لما هو غير ذلك. فلنضع أنفسنا في حذاء الرجل لبرة. الرجل يدخل الحمام ويتذكر مشاجرته مع زوجته ويعمل نوتة ذهنية بإنزال كرسي المرحاض عندما ينتهي وهو يفعل ذلك ويسجله أيضاً بالذاكرة. فهذا التسجيل بالتأكيد سيدعم اعتقاده بأنه دائماً يرفع كرسي تواليت. بل يجهز نفسه للرد على زوجته أن هي اتهمته بخلاف ذلك. ولنقول أن زوجته دخلت الحمام بعده فهي مع مشاغلها الأخرى بالحياة لم تلاحظ أن الكرسي مرفوع. ولم تتذكر أن زوجها رفع الكرسي بالطبع لأنها ما كانت تدور عليه أصلاً. وسيمر الحدث مرور الكرام ولا كأنه حصل شيء وستنساه. لكن نفترض أن بال الرجل كان مشغولاً ذاك اليوم بأمر آخر عندما استخدم الحمام ولم يقم بإنزال غيطاء كرسي المرحاض. وترك الحمام دون أن يتذكر الحدث برمته لأنه لم يتذكر أنه يسكره فلما اطلع ما تذكر أصلاً إنه ما تذكر. فإن دخلت زوجته بعده فإنها سوف تلاحظ غطاء الكرسي غير مرفوع على الرغم من انشغال بالها بمشاغل الآخر لأن ذلك يدق ناقوس بدماغها. وستتذكر هذا الحدث لأنه يدعم اعتقادها وستشيط غضماً وتشحن نفسها للمشاجرة القادمة. هل وصلت الفكرة الآن؟ هذه هي الفكرة من وراء الكاغنتف بايس أو الانحياز التوكيدي. يعني الأمر ما فيه هو أن هذين الزوجين في الواقع وقعا ضحايا الانحياز التوكيدي وهو ما يقودهما إلى نتائج معاكسة لحوادث مشتركة. لكن الانحياز التوكيدي هو أقوى بكثير من مجرد تذكر ما نصيب ونسيان ما نخيب. فنحن نميل أيضاً إلى قبول المعلومات التي تدعم اعتقاداتنا السابقة. ونقوم بتفسير هذه المعلومات على ضوء هذه الاعتقادات. ويحصل أكس ذلك مع المعلومات التي تهدم اعتقاداتنا السابقة. وكثيراً ما يحدث هذا مع الدراسات والنظريات العلمية. فمع أننا نتفق جميعاً على النهج العلمي ونتقبل الدراسات العلمية الجيدة. لكن لو جاءت هذه الأبحاث العلمية غير متوافقة مع معتقداتنا السابقة. مثل نظرية التطور مثلاً مع بعض المتدينين. فإننا سرعان ما ننظر بحذر أكبر لتصيد أي أخطاء بها. وذلك كي نجد طريقة ما لصرف النظر عنها. وهذا ما يفعله أشخاص من مثل إياد القنيبي وهيطاً طلعت ومنحها نحوهم في دحط نظرية يعني معترف بها بالمجتمع العلمي ودولياً. ولقد بيّنت الأبحاث بأننا نبذل الكثير من الجهد والوقت لكي نضحظ ما لا يتناسب ومعتقدنا. فنتجاهل البيانات التي لا تدعم موقفنا السابق ولا نلاحظها. ونبذل الكثير من الطاقة لإيجاد المنطق العقلي لكل ما من شأنه أن ينسف هذه البيانات أو نتجه للتبرير إن أخطقنا في ذلك. وهنا يقدم المؤلف مثال من خبرته الشخصية. فيقول هناك الكثيرين ممن يعتقدون بتأثير القمر عندما يكون بدراً على البشر ويجعلهم يتصرفون. طبعاً هذا في الدول الغربية. إحنا عندنا القمر يعني ننظر في تراثنا ننظر للقمر لما يكون بدر بشيء من الجمالية والراحة النفسية وغيرها. هما عكسنا هما يعتقدون أن البشر يصرفون بغرابة أو بجنون فيصبحون مثلاً أكثر عرضة لارتكاب الجريمة وعليه فغرف الطوارئ بالمستشفيات في تلك الليلة ستكون أكثر ازدحامة. وهي طبعاً اتقادات يعني لا دليل عليها أما نحن الشرقيين فنظرتنا طبعاً البدر مختلفة. عموماً يقول المؤلف أنه كان يعمل مرة في غرفة الطوارئ في ليلة كان بها العديد من المرضى وبصورة غير طبيعية. فنظرت أحد المرضات إلى الأعلى وتمتمت قائلة يا لها من ليلة مجنونة فهل يترى القمر مكتمل من الليلة؟ وبالواقع لم يكن القمر مكتمل تلك الليلة وعندما قيل لها ذلك حركت كتفيها بدون اكتراق وسرعان ما نسيت عن تلك الليلة. لأنها لم تكن حدثاً مهماً بالنسبة لها. عندما لم تجد علاقة بين الحدث والقمر مما يرسخ اعتقاداتها السابقة فهو ليس أهمية لهية. لكن الأمر كان سيكون مختلفاً بالتأكيد إن كان القمر بدراً في تلك الليلة أي أنها كانت ستقصها على قاربها وأصدقائها كالتجارب شخصية تؤكد أن اكتمال القمر له تأثير مجنون على الكائنات. وأنا عندي تجربة شخصية ديش الليلة لما القمر كانت بدر كان عندنا كذا كذا يمكن تحسب حتى عدد المرضى حتى تؤكد أن نظريتها أو اعتقادها كان سليم. وعليه فالإنحياز التوكيدي هو بالأساس طريقة أخرى لانتقاء الكرز بين البيانات. فنحن نلاحظ ونتقبل ونتذكر تلك البيانات التي تؤكد اعتقاداتنا ولا نلاحظ أو نحاول أن نجد مخارج من البيانات التي لا تؤكد اعتقاداتنا. ونحن أيضا نقلل من أهمية وجود مجاميع مهولة من البيانات التي نقوم بانتقاء الكرز منها. وهذا بالضغط ما يقوم بعمله المسلمون الكيوت والقرآنيون. فهم يقللون من أهمية المعلومات التي لا تناسبهم بالنص المقدس على الرغم من كثرتها. ويركزون فقط على ما يناسبهم منها بدلا من عمل تحليل علمي لكل النفس وفهمه بمجملة. أي أننا نقوم بانتقاء ما يؤكد اعتقادنا المسبق من بين البيانات العديدة المحتمل أنها تكون صحيحة أيضا. وحتى لا نتقع في مغالطة انتقاء الكرس فنحن ملزمون بأن ننظر بصورة نظامية خلال هذه البيانات لنرى فيها أي معنى أو أي نتائج بمصداقية أكبر. لكن للأسف لا نقع ذلك عندما نحيا حياتنا اليومية لأننا متأثرون وبقوة من قبل انحيازنا التوكيد. وهناك مثال آخر على ذلك نجده فيما يسمى القاعدة. أي يقول لك القاعدة أو القانون بالعادة يستخدم كدليل مع أنه تفسير خاطئ للدليل. أي أن الأحداث التي تبدو وكأنها تؤكد اعتقاداتنا السابقة نأخذها كدلائل والدلائل التي تضحل اعتقاداتنا على أنها حوادث استثناء للقاعدة. بدل من النظر إليها كدلائل ضحف لهذه الاعتقادات. فهذا الدليل لا يجب عليه أن يؤكد القاعدة كما هو شائع بل ليختبرها. لكن غالباً ما يستخدم كدليل ضحف وكأنه تأكيد لما نعتقده سابقاً. أحد الأمثلة على ذلك هو ما نسميه مغالطة الشعر المستعار التوبي وهو مثال كلاسيكي على الانحياز التوكيدي. فالبعض يعتقد أنه كان يقول لك أنا أقدر أنا مية في المية يعني لا أصيب إذا شفت شخص لابس باروكة رح أعرف على الطول أنه هو لابس الشعر المستعار. وهذه سداجة طبعاً وليست حقيقة لأنهم عندما يلاحظون الشرخ لابس الباروكة فهم يلجأون لإحياز التوكيدي ليؤكدوا على قدراتهم لكشف الشعر المستعار. ومن ثم يسجلون هذه البيانات في أدمغتهم للتأكيد على قدراتهم لكنهم وبنفس الوقت لا يحسبون الأوقات التي لأنهم ما لاحظوها لم يلاحظوا فيها الشخص أشخاص أو أن الشخص الذي أمامهم بالواقع لابس باروكة لأن هذه البيانات أو أي الأوقات التي لا يلاحظون فيها الشعر المستعار تكون غائبة عنهم بالكامل. ولذلك فطريقتهم بالقياس أساساً ناقصة لأن إن كانوا بالفعل يريدون معرفة ما إذا كانت قدراتهم حقيقية كما يعتقدون فهم عليهم أن يحللوا وبصورة متعاقبة أمية أو ميتين شخص لنقل في مجال بحثي مثلاً ليقرروا من يلبس الباروكة ومن لا يلبسها. ومن ثم يقارنون إجاباتهم مع أقوال الأشخاص أنفسهم لمعرفة عدد المرات التي أصابوا فيها وعدد المرات التي لم يصيبوا فيها. وهذا معكاس أفضل لقدراتهم الحقيقية. لكن مجرد أخذ البيانات بهذه السداجة ممكن أن يقودنا للإنحياز التوكيدي بأننا دائماً ما نكتشف من يلبس البواريك. وعلى هذا الأساس سميت المغالطة بمغالطة الشعر المستعر. هناك أيضاً يعني إنحياز قريب من الإنحياز التوكيدي يسمى بالإنحياز التطابقي أو congruence bias. وهو إنحياز خبيث جداً لكونه يحصل بطريقة لا واعية وممكن أن يقودنا للإنحياز التوكيدي. وهذه الأمور تحصل عندما نقوم باختيار النظريات الخاصة بنا على الأشياء لكن لا نقوم بذات الوقت باختبار النظريات الخاصة بنا عن الأشياء لكن لا نقوم بنفس الوقت باختبار الاختيارات البديلة لهذه النظريات. وحتى نتجنب الوقوع بهذا النوع من الانحياز فنحن نحتاج أن نصمم وسيلة ترست أفضل لاختبار بدائل لفرضيات عديدة وليس فقط فرضيات خاصة بنا ومثال على ذلك ما يقدمه المؤلف عن تجاربه في حق التشخيص الطبي فيقول قد أفترض وبناء على ترجاره بالسابقة من حقوق الطب بأن قلة النوم قد يزيد من عدد مرات حدوث الصداع النسبي فلنقول أني سألت بعض المرضى ممن يعانون من طرق نوم غير صحية وهذا سيؤكد لي بأن ما أعتقده بالأساس هو حقيقة أي أنه سيكون لي انحياز توكيدي لهذه الفكرة وعلي سينشأ لدي يقين بأن فرضيتي تمثل حقيقة علمية وهذا قد يجعلني لا أقوم بعمل الواجب للتأكد من الفكرة وذلك بأن أسأل الأشخاص الذين لا يشتكون من الصداع النسبي نفس السؤال عن عاداتهم بالنوم وهل هي صحية أم لا فجائز مثلا أن أكتشف أن نسبة حدوث الصداع النسبي بين من يشتكون من قلة النوم ومن لا يشتكون منه بالواقع متساوية وكان أيضا لزاما علي أن أسأل مرضاي ممن يشتكون من الصداع النسبي بما إذا كانوا يشتكون من ضقوطات أخرى في حياتهم أم لا وقد أجد أن هناك عوامل أخرى أثرت على إصابتهم بالصداع النسبي ولم أضع كل هذه العوامل مثلا بالاعتبار لكن الميل لاختبار الفرضية الشخصية والإقرار بالنتيجة دون اختبار بداء الأخرى بالتأكيد سيؤدي إلى تأكيد انحيازي قوي سيجعل الناس يتمسكون بفرضياتهم دون اللجوء إلى الإحصائيات والطرق العلمية لاختبار الواقع التأثير الكشفي هو نوع من الانحياز للأمور المألوفة فنحن نميل إلى الزيادة في نسبة التقدير للشيء كلما زادت معرفتنا بالشيء ولذلك فإننا نرى أن التكرار عادة ما يستخدم في التسويق فأنت كلما زاد عليك العرض كلما صرت تألفه أكثر وكلما زاد احتمال شرائك لهذا المنتج أو مثل ما احنا نقول التكرار يعلم الشطار يعني كلما صار تكرار أكثر كلما يظل هذا في المخيلة أكثر وهذا أيضا يمثل طريقة الألفة على الانتخابات فمن يقوم بإعلانات أكثر يكون احتمال فوزهم بالانتخابات أكبر وذلك لأن العامة ألفت وجودهم وجوههم وأسماءهم أكثر حتى لو لم يعرفون وهذولي يعني لو تشوفون أيام الانتخابات خصوصا عندنا بالكويت شيء يعني مهول لما تشوف الإعلانات ماكوا بين كل إعلان وأعلان إعلان لنفس الشخص أنت تمشي بالمنطقة وكله أعلانات أغلبها أعلانات لشخص واحد مثلا فأنت لما تروح تبي تختار عندك مثلا اللستة فيها المفروض تختار منهم اثنين أو ثلاثة فأنت تعرف واحد من الثانين اللي راح تختارهم أغلب الظن حيكون يعني عشوائي فمنه اللي راح يفي بالك ما تعرف أنت ليش هو اللي تكرر اسمك في هذا فأنت راح تضعه حتى لو أنت لا تعرف هذا الشخص حتى لو كان هذا الشخص ضد يعني مبادئ أو يمثل المبادئ اللي لا تمشي مع المبادئ طبعا إذا أنت يعني متماعن أكثر أو مجرب أكثر بالسياسة هذه لا تؤثر عليك لأنك تعرف من تختار لكن أغلب الناس ليسوا كذلك وممكن أيضا نجد أيضا تأثير العكسي لهذا الشيء يكون هذا واضح مثلا في المنتزهات لما يروح واحد للمنتزهات ويشوف أسماء صعبة على بعض الألعاب والهي مو مألوفة ما راح تلقى عليها أقبال شديد لأن نميل الاعتقاد بأن هذه الألعاب خطرة وبها مقامرة لسبب عدم وجود الألفة السابقة من عندنا أي ممكن أن يستخدم التكتيك العكسي أيضا إذا كانت النية في بيان أن الشيء ما به مقامرة ولا نود انتشاره فنطلق عليه اسم مبهم وعندنا الأمثلة الكثيرة في المسميات التي يلزقها المؤمنون بالملحدون والإلحاد مثل دواعش الإلحاد وعلم الفجوات والإلحاد الصابوني والإلحاد المشعار الصحيح ودعاة الإلحاد وكبير الملحدين والنظرة الإلحادية وغيرها من قبل شوية بعد أنت قاعدة أسمع هيتم طلعت أم سمعت يعني مصطلح غريب التنويريو الصابونيين أو التنويريون الجدد أو something like light يعني من هذا القبيل التنويرون الملحدون وهكذا من الألقاب المبهمة التي يقصد مرتزقة الدين من وراءها تصوير الإلحاد كمنظمات إرهابية وتخويف العامة من الملحدين وكأنهم سكان كوكب آخر ثالثا هناك أيضا إنحياز الداعم للاختيار وهذه أنا لي تجربة شخصية فيها وهي إنحياز يحصل عندما ننتهي من شراء الشيء فنقوم بتقييمه بأفضلية أكثر من الاختبارات الأخرى التي كانت معروضة علينا قبل الشراء وقد تكون هذه الطريقة لإراحة النفس من بعض القلق بالتأكيد على أن اختيار ما هو كان القرار الصحيح وذلك لأننا بالأساس نحاول أن نبرر القرار الذي اتخذنا وهذا يقودنا إلى موضوع غريب أو مثير للاهتمام ألا وهو أننا في أغلب الأحيان نقوم بالتقليل من شأن الاختيار ثاني في لستة من الاختيارات بعد القرار بشراء الاختيار الأول لنقل مثلاً أنك بصدد شراء شيء قائمة من خمسة أشياء للاختيار بينها وبعد التفكير ستختزل الاختيارات إلى أثنين ليسهل عليك المقارنة بينها وبعد المقارنة ستصل للاختيار الفائز وصار هذا الاختيار الأول لديك عفواً ومتى ما حصل ذلك فإنك تميل إلى زيادة تقييم الاختيار الأول والتقليل الشديد من شأن الاختيار الثاني لكن ماذا لو قلت لك بعد أن قمت باختيار الأول بأن ما اخترته للأسف غير متوفر هنا من المنطقي أن ترسو على الاختيار الثاني أليس كذلك لكن الغريب أن هذا لا يحصل عادة في الواقع بل على الأغلب ستقوم بالرسو على الاختيار الثالث في القائمة وذلك لأنك قمت بالتقليل الشديد للاختيار الثاني فتقد مكانته بالترتيب الذي وضعته فيه عند عمل الاختيارات والتجربة الشخصية اللي عندي أنا في هالخبرة كنت في الماضي مديرة لمركز المعلومات الآلي في أحد الجهات الحكومية بالكويت وكان من ضمن عملي هو اختيار أو أننا نشتري مثلاً أجهزة لكل إدارات الوزارة أجهزة حاسبات آلية فكنا نعملها عن طريق طرح مناقصات بالسوق وطبعاً تجي كل المناقصين يجون وتصير عندنا لستة بين الأجهزة أو الشركات التي تعرض أجهزتها فنقوم بالعادة يعني إحنا مقيدين نكون أيضاً بالميزانية فنقوم مثلاً باختيار الأول والثاني وعندما يصير في مشكلة مع الأول مثلاً مشكلة قانونية أو مشكلة إدارية بحيث لا يمكننا أن نعمل يعني نرسي عليها بالوقت اللي إحنا عندنا إياه فالمفروض عادة أن نروح للثاني لكن هذا لا يحصل في العادة نعيد ترتيب كل العملية للاختيار الأول من أول وجديد بنفس اللي كانت عندنا من غير الأولاني هذه بالفعل صحيحة الكامل لأنه ليش لأنه نشوف في الثانية أشياء لم نكن منتبهين عليها بعد ما نختاره مع الأول عندك انحياز الذي يصنفه علماء النفس بالاستناد الأساسي على الخطأ ويسمى أيضاً انحياز الممثل الشاهد وهذا الانحياز يتلخص في الميل لتفسير سلوك الآخرين استناداً على سماتهم الشخصية والتقليل من تأثير الظروف التي تحيط سلوكيات معينة مثلاً وبنفس الوقت نقوم بتفسير سلوكنا الشخصي استناداً على أو نتعذر بالعوامل والظروف المحيطة مع التقليل وبشدة من تأثير سماتنا الشخصية في هذه السلوكية فعلى سبيل المثال فإن تعثر الشخص بالطريق فسوف نقول عنه بأنه شخص أخرى بينما لو تعثرنا نحن فسنبرر ذلك بأن الطريق أمامنا لم يكن مستوياً أي أن هناك عاملاً خارجي تسبب في تعثرنا هناك أيضاً التمني أو wishful thinking أيضاً انحياز الشخصي للأفكار التي نفضلها بغض النظر عن المنطق والدليل وهذا نجده كثيراً مع بعض المؤمنين الذين يقولون لك بأنني لا أتصور عدم وجود جنة ونار لأن هناك من يبطش بالأرض ولن تكون عدالة ولأن لم يلقي جزاؤه بالآخرة ولذا فهو يتمنى أن يكون هناك عقاب وثواب ويتمنى أن يلاقي أحبته الميتون أيضاً يوماً ما بالآخرة حتى لو شك بوجود الآخرة وهذا الانحياز يسمى أيضاً optimum bias أو الانحياز الأمثل وهو يقود الشخص للبحث عن اختيارات غير محتملة أو حتى سحرية لأمراضهم ومشاكلهم الصحية حتى لو كانت هناك تحذيرات بشأن العلاجات التي يستخدمونها فأملهم أن يكون علاج ناجعاً يتغلب على المنطق بهذه الحالة وأساس فكرة اليانصيب أصلاً مبني على هذا الانحياز فالناس يعلمون أن احتمال فوزهم ضئيل جداً لكن حتى هذا الاحتمال الضئيل يعطيهم بعض الأمل بالفوز وينتهون إلى شراء كميات كبيرة من أوراق اليانصيب علّ وعسى أن تفوز أحدها هنا يقوم المؤلف بقراءة طالع نعم بقراءة طالع وقد يكون باستخدام الكاف أو أحد الأبراج ويطلب من القراء أن يروا فيها إذا كان ذلك ينطبق عليهم أو على البرج الذي ولدوا عليه وأنا سأقوم بدوري بقراءته وأتأمل من الحاضرين معنا بالشات أو لاحباً أن يتبينوا إن كان ذلك ينطبق عليهم وبالتالي معرفة البرج الذي يتناسب مع هذا التقصيل اسمعوني جيداً وشوفوا إذا كانت هذه الأمور تنطبق عليكم يعني عملوا مثل ورقة وقلم شدي وكتب البرج مالك إذا ينتبه واكتبه بعدين بالشات وأي برج أنت أنت تحتاج كثيراً لأن تكون محبوباً ومحترماً من قبل الآخرين أنت لديك الميل لانتقاب نفسك أنت لديك الكثير من الطاقات التي لم تستخدمها إلى الآن لمصلحتك على الرغم من وجود بعض الضحف في شخصيتك ألا أنك لا باستطاعتك أحياناً التعويض عنها مع أنك تبدو للآخرين بأنك مهذب ومتحكم بنفسك ألا أنك بالواقع غير مستقر داخلياً أحياناً كثيرة يكون لديك شكوك فيما إذا قمت بعمل القرار الصحيح أو أنك عملت الشيء الصحيح أنت تفضل بعض التغيير والتعددية وتصبح غير راضي عن بعض الالتزامات والقيود أنت تبتخر بكونك مفكر محتمد على نفسك ولا تقبل كلام الآخرين على عواهنه أو بدون أدلة لقد اكتشفت مع الزمن بأنه من غير الحكمة أن تكون صريحاً للغاية وكاشفاً لنفسك للآخرين أحياناً تكون اجتماعي وتحب الخروج والاختلاط بالناس وطلب الحرية وأحياناً تفضل الوحدة والتقوقع في ذلك والالتزام بعض ما تتمناه من أمور قد يبدو لك غير واقعي الأمان هو هدفك الأساسي في الحياة الآن كل هذا هل كل هذا ينطبق عليك؟ وإن كان كذلك فما هو برجك؟ أرجو أن تكتب هذا بالشات ولا تغش لاحقاً عموماً أغلب الناس سيقولون بأن هذا الوصف ينطبق عليهم تماماً يعني بغض النظر عن برجك هذا ينطبق عليك رح تشوفون الآن في الشات إذا أنتم كاتبين رح تشوفون عدة أبراج وكلها تنطبق عليها هذه وهذا معروف باسم تأثير فورر استناداً إلى عالم النفس الذي اكتشفه وكذلك يسمى تأثير بارنم بارنم إفكت وهي ظاهرة تتلخص في التمعن بأوصاف عامة أو هلامية ممكن أن تطبق على أي شخص والاعتقاد بأنها تطبق فقط عليك الأوصاف الهلامية عادة ما تقيم بأفضلية عن الأوصاف الأكثر خصوصية أساساً انحياز والانحياز بالمألوف والاستكشاف بالمتوفر هي العوام التي تعمل بالخفاء لتدعم ما تم قوله لنا من قبل قارئ الطالع مثلاً وعندما نجدها نأخذها كتأكيد لتحيزنا بأنها دقيقة في وصفنا وفي النهاية يقول المؤلف بأن كل ما قام بوصفه بهذا البصل ما هو إلى قمة الجليد لكن هناك الكثير من الانحيازات الأخرى التي لم يتطرق إليها لكونها أقل شيوعاً وتعددية في تلوث تفكيرنا لكن الأمر المطير للاهتمام والجيد هو أن هذه الانحيازات تفقد سيطرتها على طريقة تفكيرنا بمجرد ما نكون واعين بها فنحن ممكن أن نخرج من جلودنا قليلاً وننشغل بما يسمى بالمعرفة الماورائية أو أي التفكير بطريقة التفكير الذاتي طريقة تفكيرنا التفكير بتفكيرنا وهذا من شأنه أن يحلل القيود حكم بها الانحيازات التوكيدية في تفكيرنا وأذكر هنا أنه عندما كنت متأثرة بالفلسفات الشرقية كانت لدي مجموعة كبيرة من مجسمات السلاحة منتشرة بكل أرجاء المنزل والمكتب لتذكرني بالتفكير خارج الصندوق كلما وقعت عيني على أحدها فبعض الفلسفات الشرقية تقول أن السلحفات لن تستطيع أن تعرف ما يدقل خطاها ما لم تخرج من صندوقها الصخري وتنظر له من الخارج ونحن لن نعرف كم نحن متحيزون لأفكارنا القديمة ومعتقداتنا ما لم نخرج من الصندوق وننظر لأنفسنا من الخارج في الحلقة القادمة سيقوم المؤلف بشرح لماذا نحن تطوريا لدينا ضعف في القيام ببعض التحليلات والحسابات الاحتمالية ولدينا نقص القدرات الرياضية وفي الواقع هذا الفصل هو أحد الفصول المحببة لشخصيا شكرا أبا الحكم ممكن تستلم شكرا شكرا